إذا كنا عايزين نروح المدينة العتيدة السموية يبقى نبتدي نتعلم لغتها لغة السماء حكتين حب ورضا سلام يعني تسبيح عشان كده هنا بيقول زبيحة التسبيح التسبيح يعني رضا يعني الشكر لله لان احنا في زبيحة التسبيح بنسبح زابح الحم الشيطان بيتدبح لما يلاقينا بنقول لله قدوس 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 بيتدبح يعني بيتخنق لان الشيطان كان اصلا ملاك وكان بيسبح وتحرم من التسبيح وبقى طعامه تراب الارض على بطن التسعين وترابا تأكلين فلما يبص الشيطان يلاقي نفسه ان هو يأكل في تراب الارض وانت يلي من تراب بتسبح ربنا دي بتقتله تقتله نفسيا وروحيا اي صمر شفاء معترفة باسمه يعني اسمه اسم ربنا يعني شخص ربنا يعني احنا نتغزل فيه تسبيحنا يعني ندخل في غزل نقوله انسكبت النعمة على شفاتك نقوله انت ابرع جمالا من كل بني البشر نقوله حلقك حلاوة وكلك مشتهيات نقول الرب طيب جمال الله الذي لا يحده جمال وحب الله الذي لا يحده حب ولكن ده بالنسبة الفوق وحياتكم مع الله طبوا في الارض لا تنسوا فعل الخير والتوزيع يبقى اذا احنا لينا مزبح والمزبح خاص بالكهنة وكل المؤمنين ليهم كهنوت عام غير الكهنوت الخاص اللي وضعوه الاباء الرسل شماس وكس واسقف لكن الكهنوت العامة اللي هو مقدم للشعب كله المؤمن لان الكهنة هما اللي بيكلوا من خبز التقدمة والمؤمنين هما اللي بيكلوا جسد الرب ودمه فاحنا كهنة والكهن لازم يقدم فبنقدم زبائح التزبيح اه وبنقدم اعضاءنا الات ودلبركم اللي هي عبادتنا العقلية قدموا اعضاءكم اجسدكم زبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية وبنقدم التوزيع عشان بزبائح مثل هذه يصر الله ففي مسبح الرب المؤمن الحقيقي بيقدم تلات تقدمات لله يوميا التقدمة الاولى بقدم سبيحة العقل يعني اقرأ الكتاب المقدس وعيشه